السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنبيكم معكم ميس هبه رجب. النهاردة ان شاء الله سنرابعا كامل مع بعض ياولاد مراجعات لامتحان على مقرارات شهر فبراير. الترمي التاني عشرين اربعة وعشرين طبقا لحظة استعادلات الوزارة. معنا نهاردة بنك اسئلة المتميز. اه التربية الدنيا الاسلامية على مقرارات فبراير. مراجعة قوية جدا. البداية كده. عندينا بنك اسئلة المتميز على مقرارات شهر ايه? فبراير. بيقول لك ايه? تشمل الاسئلة الوزارة. مراجعة في اسئلة الوزارة. وكمان اختبارات المحافظات العام السابقة. بعد كده كمان عندنا ايجابات. عندنا ايجابات لبنك الاسئلة. السؤال الاول ياولاد. بذكركم ان احنا نبقى من نزل مراجعات لجميع المراجعة الانجليش وكمان الامتحات متوقعة. اختبارات ساحة مبانا الكوسين. ساكن اكوام وثمود منطقة الحجر. شمال غرب. مكة ولا مدين ولا مدينة المنورة. طبعا مدينة المنورة. بعد الجهر بالدعوة ناصرة عم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ويده في دعوته. ابو طالب ابو لهب ولا عثمان ابن عفان. طبعا ابو طالب. اهلك الله ثمود بنقاط الريح الشديدة. الصحة العظيمة. ولا الغرق والتوفان. طبعا لكم ياولاد بالصحة العظيمة. امر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالهجرة الى. لان ملكها عادل لا يظلم احدا. الى اليمن ولا مصر ولا الحبشة. طبعا الى الحبشة. عدد الرسل الذين ذكروا في الكرآن الكريم نقطة رسولا. كم رسول? واحد وعشرون ولا عشرون ولا خمسة وعشرون طبعا خمسة وعشرون رسولا. جعل الله تعالى لسلة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للانس للجن عامة للانس والجن. طبعا ياولاد الرسالة عامة للانس والجن. بيقول لي ادخال حرف ساكن. باخر متحرك بحيس يسيران حرفا واحدا مشددا. بعد الان الساكنة والتنمين بنسمي ازهار ولا اضغام ولا اقلاب طبعا دا ياولاد اضغام. عشا قومي ثموت في منطقة الطائف الاحكاف ولا الحجر طبعا في منطقة ياولاد الحجر. جاء كومي ثموت بعد كومي عاد ولا لوت ولا كومي نوح طبعا بعد عاد. احرف الاطغام تجمع في كلمة يرملون يلعبون يفهمون طبعا يرملون. ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليه السلام لدعوة الناس الى عبادته ولهديئتهم الى طريق الخير لتعلمهم الاخلاق طبعا دي اتنين. دي وديه. ختم الانبياء هو سيدنا من ياولاد محمد ولا موسى ولا عيسى طبعا سيدنا محمد عليه السلام. كان قبل اسلامي اكثر اهل قريشة عدوة الاسلام. عمر ابن الخطاب ولا ابو لهب ولا عثمان ابن عفان. من ياولاد? كان اكثر عدوة المسلمين قبل الاسلام عمر ابن الخطاب. اراضي ان يهد يورهيم عليه السلام قومي الى ان الله الخالق لا شديك له فدعاهم الى التسليم دون المناقشة. تقليل الصابق ولا التفكير والتآمل طبعا تفكير وتآمل. كله صدق وهو فاصل بين الحق والباطل. الطوراء. الانجيل الكرآن الكريم. كرآن الكريم طبعا. حاصر الكفر المسلمين لمدة سلسة سنوات فيه. الطائف المدينة المنورة. ولا شعب اه شعب ابي طالب طبعا شعب ابي طالب. حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي يطالب لمدة سنة ولا سلسة سنوات ولا خمسة سنوات طبعا لمدة اولاد سلسة سنوات. الغنى الصوت يخرج من الانف عند نطق بحرفي الميم والنون الميم والباء الميم والكف طبعا الميم والنور. الميم والنون. استخدم ابراهيم عليه السلام. نعط ليزبط لقومه بطلان عباداتهم للكواكب. زكاء ولا لغته ولا سكرته بذاته. طبعا نستخدم ايه? الزكاء. معجزة الرسولان صلى الله عليه وسلم الكرآن الكريم السحة ولا السرع على الماء. طبعا ايه الكرآن الكريم. معجزة السيدنا صالح هي القرآن ولا الناق ولا العصى طبعا ناقل سيدنا صالح. عفر اضغام وبدون غنى. اضغام بدون غنى هي ايه? اللام والراء. النون والميم ولا اللام والنون. طبعا هي اللام والراء. اراد ابراهيم عليه السلام ان يزبط لقومه بطلان عقيداتهم بواسطة. الشمس القمر العقل والمنطق. طبعا العقل والمنطق. الامان بالرسل والرقن نوع من اركان الايمان الستة. الاول الثانة ولا الرابع? طبعا الرابع. الانبياء والرسل. يهدون البشر الا السعادة في الدنيا الاخرة. طبعا الدنيا والاخرة. ناقش سيدنا ابراهيم عليه السلام قومه بالعقل ولا بالأدلة المادية الملموسة ولا الالفة مما انت من بالتنين بالعقل والأدلة المادية ليه الملموسة. بعد كده صح ولا غلط? ده علامة صح او علامة خطأ من العبارات التالية. لم يطالب كوامل صالح عليه السلام منه معجزة تثبت انه النبي مرسل غلط. لم يطلب كوامل صالح عليه السلام منه معجزة تثبت انه النبي. الكرآن الكريم هو القول الواضح. الحق الذي يفصل بين الحق والبطل صح. بعد كده. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله السر لسبع سنوات غلط. نقر رسولة الفاتحة كل يوم خمسة وعشرة مرة في سنوات الخمسة. غلط. عقب الرسول اهل الطائف على كفرهم ورفضهم الدعوة. غلط. وفق رؤساء الطائف على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وامانوا به غلط. الطارق والنجم الذي يطلع نهارا يختفي ليلة غلط. حكم تنوين كلمة صيرات في قوله تعالى سنوات المساكة من الازهار غلط. أرسل الله تعالى سيدنا محمد الى قوم نعرف عنه من السحر غلط. كان قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام يعبدونا الكواكب صح؟ عامله هشام ابن عمر على نجد المعاهدة صح؟ وظيفة الرسل تبلغنا رسالة الله دون تغيير صح؟ أهلق الله كوم معا كوم يسامور غرقا في البحر. خلط. زكر الله تعالى التفكر في الكرآن الكريم أكثر من مرة للدلال على أهميته. صح؟ في يوم القيامة يظهر ما يخفيه الناس في أنفسه من خير وشر صح؟ هاجر عثمان بن عفان وزوداته رقية رضي الله عنه من الحبشة صح؟ كان إبراهيم عليه السلام يرفض عبادة الكواكب والنجوم صح؟ يجب أن نؤمن بكل ما جاء في الكرآن والسنة من أخبار الرسل والمعجزات صح؟ جعل الله تعالى رسالته صلى الله عليه وسلم عمد الإنس والجن صح؟ من الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم السلام أن نؤمن بهم جميعا صح؟ كانت الهجرة الأولى للمسلمين للمدينة المنورة غلط؟ ميزوا الله تعالى البشر بالعقل للتفكر والتدبر والتفركة بين الخير والشر صح؟ كان العرب بارعونة في السحر؟ غلط؟ معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم صح؟ لم يبعص الله تعالى رسولا بعد إبراهيم عليه السلام فكان خطم الأنبياء غلط؟ الغنى صوت أن يخرج من داخل الأنف عند نطق الميوم أو النون صح؟ زكر القرآن الكريم العقل والتفكر في مواضع قليلة غلط؟ الإيمان بالرسل من هي الركن السلام من القرآن الإسلام غلط؟ نتعلم من سورة الطريق أن العمال السرية لن تنكشفها من القيام غلط؟ لؤلؤا من سورا فيها إدغام بدون غنى غلط؟ التصف النجاشي ملك الحبشة بالظلم؟ غلط محمد صلى الله عليه وسلم وخطب الأنبياء؟ صح؟ يجب أن نتعامل بالرحمة والصبر عندما نختلف مع الآخرين في الرأي؟ صح؟ يومنا المسلم بأن الله تعالى أرسل جميع الرسل برسالة وحيدة وهي عبدالتي؟ صح؟ نجا سيدنا صالح عليه السلام والذين أمانوا معه من الهلاك؟ صح؟ أرسل الله تعالى سيدنا صرح لقبلة الدوس غلط؟ التورا ولا ينجي من الكتب السماوية؟ صح؟ هناك سواب عظيم لمن يعطي الزكاة والصدقات؟ صح؟ تقتصر الهداية على معرفة الطريق الصحيح إلى الله تعالى فقط غلط؟ من معجزات الرسولين الكريم صلى الله عليه وسلم السحر غلط؟ قال إضغام وهنا يكون بوقوع حرف اللام والراء بعد النون الساكنة والتنوين صح؟ قوى المسلمون واشتاد القواتهم بعد إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب صح؟ أرسل الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العرف فقط؟ قلت؟ يدعى المسلم رب هو بالهداية في رقعة في كل رقعة المصالية صح؟ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامل الإنس والدين صح؟ المضمرة طبط للصوم قالت لم يستسلمون رغم حصارهم ثلاث سنوات صح؟ السؤال التي يتأكمل عبارات بالإجابات المناسبة؟ عامل حزن العقل والمنطق الهادي طعامها وشرابها الكواكب من قوم إبراهيم عليه السلام من يعبدونا كانوا بيعبدوا أولاد الكواكب خلق الله تعالى الترور الحنات وهدها إلى طعامها وشربها أراد إبراهيم عليه السلام أن يهدي قومه بالعبادة والعبادة والعبادة الله الواحد باستخدام العقل والمنطق الله تعالى يهدو العصفور إلى طريقة بناء الشهي الهادي بعد فك الحصار عن المسلمين توفى عم وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي هذا بعام إليه الحسن الإسلام الميم والنون الرسل الشمس كوكبا القمر القرآن الكريم صمد المسلمون وصابروا على أزل مشركين من أجل نصرة أولاد الإسلام أرى إبراهيم عليه السلام أرى إيه كوكبا فقال هذا ربي ثم أفل ثم أرى إيه ثم أرى إيه ثم أرى الشمس ثم أغابة ثم أظهرت إيه أرى إيه سوري أرى القمر بعد كده إيه الشمس يبقى رأى إبراهيم عليه السلام رأى إيه كوكبا فقال هذا رب ثم يفل ثم رأيه الكمر ثم غابة ثم زهرت الشمس فقال هذا أكبر ثم غابت هذا الله سبحانه وتعالى الإنسان فأرسل إلهي أولاد أرسل إلهي الرسل معجزة الرسولين الكريم صلى الله عليه وسلم هي أيه القرآن الكريم الغنى صوت يخرج من الأنف عند روتك الميم والنون السؤال الرابع توصيل توصيل من العمود ألف ممناسبة من العمود با ده قوم ساموري أول للبعض ده قوم عاد يبهينا دال اتنين العقل وسيلة التدبر في عيات الله يبقى جيم إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من خلقه الأول حضر المسلمين أول مرة إلهي إلى الحبشة معنى حنيفة أيه أولاد موحينا بالله من مصادر حداية الله للطيور أنه هداها إلى طعامات وشربها زائر عدل المسلمين بعد أن جهر النبي بالدعوة الإضغام هو يدخل الحرف الساكن على السنة المتحرك بينجي بعد كده باي أجب عن الأسرال الآتية السؤال الخامس يا أولاد أكمل إيه؟ أجب عن الأسرال الآتية أكتب صفتين من صفات قوم صلح عليه السلام قال لك كاربي عبدالأصنام عبادة الأصنام يسكن في بيوتنا الجبال من القائل يا معشر كريش اشتروا أنفسكم من الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يدل ذكر التفكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم اللي كدل على أهمية التفكر واحترام الإسلام له بما يدعو المسلم في قوله تعالى أهدنا صلاة المستقيم يدعو المسلم الله بالهداية ماركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشري اذكر معجزتين الرسولين الرسول محمد المعجزة بتاعته هي القرآن الكريم يا أولاد والرسول الصالح معجزة هي القرآن الكريم اكتب مما حفظت من صلة الطارق ما يدل على صدق القرآن الكريم وتوعده الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنه دا قولهم فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا فماهد الكافرين أعملهم رويدا لماذا اختر الرسول الحبشة الهجرة إليها لأن ملكها النجاشي عاد الله يظلم وسيحسن ضيافتهم السؤال السالس الكرآن الكريم والحديث الشريف يقول لك اقرأك وليه تعالى سم أجب طبعا فيه كلمات ناصة يقول لك اكتب المحسوب من نهاية السابق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما التغرق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما قلق خلك مما إن دافق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صلى الله عليه وسلم طبعا ما أن الصلب الصدر ولا الزهر ولا ايه القلب قال لك الزهر ما الحقيقة التي تأكد الله تعالى بالقسم في العيات السابقة أن القرآن الكريم هو القول الواضح الحق الذي يفصل بين الحق والباطل وليس بالهازل والمزاح فما جاء بالقرآن هو حقيقة ثابتة مؤكدة اكتب المحسوب من الحديث قد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هدنا في من هديت آه كده خلاص يا رجل احنا انتهينا في فضل الله من مراجعات الامتحان بانك السابقة المتميز على مقرار الشهر في براير تربية الدينية الاسلامية للصف الرابع الفيديو الجاية ان شاء الله يا ولاد انتظرونا انكمل مراجعات الامتحان مع بعضينا وهي يكون معنا امتحات متوقعة بنتملكم نجاح برطة فيك بإذن الله كان معكم مسيح براجب والسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة